تتحول مدينة شرم الشيخ الآن للأخضر بداية من منظومة النقل والتي تنقل ضيوف وفود مؤتمر كوب 27 خلال فترة عقاده وتبدأ المدينة للحد من استعمال الكاربون الناتج من وقود السيارات الضار بالبيئة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي خلال فترة عقاد المؤتمر وما بعده على حافلات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وتستقبل المدينة ما يقارب 260 حافلة تتمتع بمواصفات عالية وتمتاز برفاهية وجودة عالية بالإضافة إلى تمتعها بمستوى صفر انبعاثات كما سيتم إطلاق تطبيق يساعد المستخدم للتعرف على خطوط سير الأوتوبيسات وأقرب أوتوبيس لمقر توجده والمدة الزمنية المقدرة لوصوله وتوفير نظام للدفع من خلال إما الدفع نقدا أو من خلال كارت ذكي يتم شحنه إحنا سواءنا مؤهلين أن هم اللي يساعدوا أي حد من زاوي الهمم لأنه بيأمنوا تماما جوه الأوتوبيس قبل ما بيتحرك فبالتالي إحنا ما بنسمحش أن حد من الركاب هو اللي يساعد السواء مدرب على كده وكمان لما بيدخل الشخصية من زاوي الهمم أو جوه الأوتوبيس بيأمنوا بحزام الأمان ولو مكان مخصوص اشتركوا في القناة